اشتركوا في القناة يعني معروف بسمعته السيئة انه له Low Therapeutic Index أو Not Therapeutic Window لكن رغم كل هذا يستخدم بكثرة لانه له فعالية كتير منيحة كبروفيلاكس against coagulation فلكن حالياً ما انه صالت لعنى الريفروكسبان هلا والأبيكسبان هلا هم فاكتة اللي هما Oral Anti-Coagulated Drugs فعالة فأدرك هذا حالياً يعني بلش شوي قل استخدامه ومع الوقت بتهيأ اللي راح يقل استخدامه أكتر وأكتر هلا ادرك هذا ما انه له Low Therapeutic Index معناه لازم نعمل Monitoring للمريض اللي ماشي على وورفرين وهنا بنعمل فحص اسمه INR Test والمطلوب انه الرانج تاعة يكون ما بين 2 إلى 3 أقل من 2 معناه هالأكتيفتي مش كافية أكتر من 3 مع الأكتيفتي عم بتزيد عن ما يجب وهذا بتزيد الرسك فور بليدي لكن في فئة من المرضى الزي مثلا عندهم Brostatic Valves اللي هم بيكونوا عليهم صمامات قلب صناعية هادول عندهم رسك عالي جداً للسرومبوز هادول وقتها ممكن انه نكون متطرفين أكتر شوية في العلاج فوقتها بنطلب انه INR Level يكون بين 2.5 إلى 3.5 هلا نازال عن 3 أو 3.5 لازم وقتها انه نوقف الورفرين مؤقتاً وبعد نرجع ونعمل فحص مرة ثانية عشان نتأكد انه نزل ضمن السايف ويندو خلنا نشوف هلا Mechanism of Action شوف هاجمع الورفرين بيشتغل في تصنيع على Inhibition of Clothing Factor Synthesis في الليبر زي ما بنيعرف انه Clothing Factor كتير منها بتم تصنيعه في الليبر وهو منركز اكتر على Factor 10-9-7-2 هادولة الفاكتر بتم تصنيعه على عدة مراحل احدى هاي المراحل تتطلب ريأكشن معين يدخل في فيتامين كي ككو فاكتر وهون Reduce Vitamin K يتحول الى Oxidized Vitamin K لكن Vitamin K هذا كلب السور بالفايتامين مصادر الجسم الإنسان شحيحة جداً فعشان هيك لازم سله Recycling مرة ثانية وهون طبعا فينا Enzymatic Reaction معينة اللي هون وقتها بتدخل الورفارين فالورفارين عملياً بيبدأ عن Recycling لفايتامين كي فبالتالي خلال فترة قصيرة من استخدام الورفارين بيصير Depletion للاكتف فورم لفايتامين كي واذا ما فينا فيتامين كي او نزل مستوى فيتامين كي فبالتالي بقل تصنيع هدول الكلوتينج فاكتر وانا بدأ استخدام كلمة بقل تصنيع احنا ما بنعمل او ما بنعطيه وورفارين دوز بحيث اعملكم Bleed Depletion لان وقتها اذا الكلوتينج فاكتر هدول مناعت تصنيعهم بشكل كامل فالنتيج راح تكون قاتلة راح تكون Bleeding قاتل بامتياز فاحنا معانين بس نخفف شوي من مخزون الاكتف فور وفايتامين كي مش هنخفف شوي من الاكتفافيشن او من تصنيع الكلوتينج فاكتر فبدي مثلا نزلها شوي بدي كميتها في البلازمة تنزل شوي صغيرة كل ما نزلتها اكثر بزيد الرسك او فايتال بليد وهوان فمستر انو دراج هاد له Low Therapy Index الان الدراج هاد احنا مستخدمه اكتر كبروفيلاكس لانو بده اعطنا شوي توقيت عبين ليشتغل لانه هذا ما بيشتغل على كلوتينج فاكترز اللي اصلا تم تصنيع سابقا ومستعدة للعمل هذا ما بيشتغل على ما يتم تصنيعه حاليا من كلوتينج فاكترز فمستخدمه اكتر كبروفيلاكسيز against DVT او PE برضو برفينشة ترومبو امبوليزم دورينج سيرجن لكن نبدأ برضو قبل فترة وفي ادوية احسن منه بصراحة ما مستخدمه يعني في دورينج سيرجن في خيارات كتير احسن من ورفارين كمان للمرضى لانهم atrial fibrillation زي ما حكيت هذا اللازم ياخده oral anticoagulant life long لانه عندهم رسك لفيتا اريضميز بلس كمان لأسكميك ستروك فممكن اعطي ورفارين لكن قلنا شوي كبديل عنه كأورال دراج ممكن اعطي دبيكاترائي تكساليت او اعطي ريفاروكسبان او ابيكسبان برضى كمان للناس اللي عندهم prosthetic valves او following mi فكل هدول clinical indication لورفارين زي ما حكيت ان دراج هذا له low therapeutic index سمعته ابدا مش منيحة لكنه يستخدم بكثرة والسبب انه كمان انه انه الادوية الجديدة هاي هم oral anticoagulant drugs لا تزال غالي جدا سعر العلب كتير غالي فمش كل المرضى بقدروا عليها فعشانك لا يزال الورفاري له حيز كبير كأورال anticoagulant يمكن معي الوقت لما تنتهي البتنت لالادوية الاجداد يمكن وقتها انه يقل يعني يستخدامه اكتر الآن الثارموكوكاينز كالوفرين هاي مهمة جدا لا تكونوا حافظينها ودارسينها وفاهمينها منيح لانه هدوا الى low therapeutic index ويستخدم بكثرة فالثارموكوكاينز مرتبطا بشكل مباشر في البلود وفي الاكتيفيتي وبالتالي طبع كمان في موضوع الافكاسي والتكسيسيتي هلا لازم تعرف ان الدروك هالبين اعطى كاورال تابلس كاورال بي افلتي بممتازة جدا مية في المية من الدروك بسر له ابزورشن لكن هلا بوض خلع بدخل على البلازما سبعة وتسين في المية بيكون مرتبط على الالبيومين بشكل ريفيرسابل وتقريبا ثلاثة في المية بكونوا فري هلا هذا الكلام لازم ناخده بعين اعتبار ليش؟ لقد قلنا هيا عندي الورفارين زائد الالبيومين قلنا فيه عنده هنا انتراكشن وبيننك طبع هذا بكون الربيرسابل بيننك فبسيح عندي هنا الكمبليكس وورفارين مع الالبيومين والتوزيع راح يكون انه هذا سبعة وتسعين في المية مرتبط مع الالبيومين وتقريبا هذا كله تقريبية ورقام تقريبية ثلاثة في المية بكون فري هدول تلاثة في المية فري وين في البلازما؟ هدول الثلاثة في المية هم اللي بروحوا على الليفر وهناك هم بيعملوا انتراكشن او بيقللوا بين الاكتيفاشن لبيتامين كي وبيعطونا الثرابيوتك والثارماكولوجيكال اكتيفتي وبنفس اله الثلاثة في المية هدول هم اللي بيسلهم هبتك ميتابولا زين مشال عملية الالمينيشن لهذا السبب الهاف لايف للورفارين تقريبا يومين ونص طويلة جدا وهذا الكلام زي ما شفنا سابقا مع ادوية ديجوكسن وغيرهم انه بيزيد الرسك للأكيوموليشن لدواء اصلا بالاساس له لو تيراميتك اندكس هذا الشغلة كتير مهمة شغلة ثانية انه لما بيكون مرتبط هلا على الالبيومن بيكون مرتبط على specific binding site على هذا البروتين وهذا الكلام مش غريب على فكرة على الادوية في كتير ادوية كمان بترتبط على الالبيومن لكن الالبيومن في عليه different binding sites هلا اذا المريض اخذ دواء ثاني بانطبط على نفس binding site تبع الwarfarin فوقتها ممكن يعمل displacement وهذا الكلام رح يكون خطير جدا والسبب انه الفري فورم اللي عملتلنا كل الاكشن احنا خايفين منه 3% فبالتالي لو صار displacement لكمان 3% فعملية صار في انه ضعف الازما وهذا طبعا خطير جدا رح يزيد عشانك موضوع drug interaction كمان مهم كتير وكمان مش بس هيك وانه دواء 3% بيصير لهم هبتك metabolism فلو اعطينا drug بيعمل هبتك ال liver enzymes فبالتالي التراكم رح يكون كمان حتى لو اشي بسيط لكنه كافي انه يوصل ل toxic levels هاي شغلة مهمة جدا انتبهوا عليها شغلة ثانية انا برضا نوهت لقلها في البداية قلنا drug had ما بيعمل direct anti-coagulant effect هو اللهم فقط انه بيعمل ال active form of vitamin K وبالتالي بيقلل من تصنيع clotting factors فبالتالي clotting factors اصلا كان مصنعة سابقا لا تزال تحت العمل بمكانة تشتغل فعشان هيك احنا نحصل على activity واضحة للموفرين بنا ايش مثل احنا لتنسيب فترة انتظار ما بين الطائل drug وبهور ان انفر موكوليجيك ال activity بدنا تقريبا 36 الى 48 او لتقريبا بحدود اليومين عشان هيك لو انا مثلا في عندي مريض عنده silent care معه MI ودخلنا على مستشتاء وعالجنا ومشينا على هبارين طول ما عنا هلأ قررنا بدنا الروحه على البيت قررنا الروحه على مثلا على وارفارين ما بعد روقف الهبارين اليوم وابدال الوارفارين بكرة لان بكل بساطة في فترة حوالي 48 ساعة المريض هذا مش راح يكون protected ليش؟ لان الهبارين انا وقفته والوارفارين لسه ما اشتغلش بده 48 ساعة ليشتغل لهذا السبب اللي بنعمله انه قبل ما واقع في الهبارين ب 48 ساعة ببدأ اعطي الوارفارين يعني خلال 48 ساعة بكون المريض عم بياخد وارفارين بلص كمان هبارين هلأ بعدها بوقف الهبارين بكون وقف الوارفارين اخد وقته وبلش هلأ وقتها الاكتيفية تابعة وصارت واضحة ومكان امشي على الوارفارين لبقية الفترة او لحد ما انه انه انتخذ قرار اخر شغلت هذي كمان الوارفارين ذا ما انه بيشغل على الاكتيفيشن للإخلوثينج فاكتر فما بيأثر مطلقا على الثرومباي اللي اصلا متكونة فلعنده هلأ اسكيميك ستروك في هلأ كلوت في السريبرال بلد بيسل او في الكوريناري آتري الكلوت هاي ما بيقدر نيأثر عليها بشكل مباشر فقط ممكن يمنع او يقلل من فرص انها تكبر اكتر او انها تصير اسكيميا او في بلد بيسل اخر هلأ اشان الثاني مهمة كمان نوهت لها مش شوية في موضوع ففي انه هون انظام انهيبيتر زي انه الاميدارون هذا انتياريزميك دراج راح ناخد عنه لقدام فين اس اس آر ايز هدولة انتي دي بريس انت دراجز وفيه كمان ادوية اخرى ممكن لقدام انه هذا الدراج او دراجز هاي بيمكنها تعمل انهيبشن للسايتوكروم بي فورفتي انظام وبالتالي تراكب الورفري وفصله لتوكسيك ليدلز في المقابل الادوية اللي هبار عن انظام اندوسر اللي بيزيد تصنيع الميتابوليك انظام في اللي بر فهي ممكن انه تقلل من البلازمي لفورفرين وبالتالي تقلل من الانتيكواغلنت اكتيفتي وبالتالي بتقلل من البروتكشن للمريد وهذا بحد ذاته لا شك انه بزيد الريسك فور ثرومبوزيز فعالجهتين في عنا خطورة هلا فينا الاسبرين نفسه كمان بعمل انتر اكشن مع الورفرين وهي الكمبينيشن شائع جدا او عادل نعطيها لهذا المريد والسبب انه اسبرين له انتيكواغلنت اكتيفتي والورفرين انتوكاغلنت لكن الاسبرين في شغلة مهمة انه يا جماعة هذا كمان برتبط على الالبيومن زي ما وضحت قبل شوي وبرتبط على نفس البايندينج سايد تبع الورفرين يعني بيعمل ديس بلايسمان وزي ما قلت قبل شوي اي ديس بلايسمان للورفرين ولو بالنسبة قليلة كافي انه تعمل شفت ل طوكسيك ليبلز فبالتالي اذا هنا بصير في عنا اضافة انه زي ما قلت اسبرين هو نفسه انتيبليتلت اكتيفتي يعني اسبرين كمان ممكن يعمل بليدنج فالمريد ياخد دوايين بيعملوا بليدنج في 2 ميكانيزم في كمان دور انتر اكشن اخر مع الانتيباياتكس مع المضادات الحيوية وخصوصا الى برود سبكترام بتغطي من خلاله بكتيريا خصوصا متحديدا الايكولايل في الانتستن وهنا بنعرف احنا نذكر شغلة مهمة انه جزء كبير من فيتامين كي اللي احنا بنحصل عليه احنا عمليا بناخده من النورمال فلورا اللي في الانتستن فبالتالي المريض اللي بياخد انتيباياتكس وبتقدع على هاي الايكولايل معنا بتقلل من تصنيع فيتامين كي والوورثالي نفسه كمان هذا برضو فبالتالي بزيد من وها الكلام لشكل انه بزيد بشكل كبير فعشان المريض باخد وورثالي مرتين اذا بياخد انتيباياتكس بحاجة الى نعمل ونغير كمان في جرعات الوورثالي لفترات مؤقتة بينها نخلص من مفعول الانتيباياتكس ونتجنب قدر استخدام الانتيباياتكس اللي بتأثر على الايكولاي نورمال فلورا الآن الدروك هذا قلناه ممكن نعمل فقلنا منتبه الحكاية بخلال فحص اسمه INR Test اللي اسمه مرة PT Test شان المهم كتير انه الوورثالي جماع هذا تيراتوجينيك فسلط الحامل مابي شوي اللي ممكن نكون عنده رسك لـ DVT أو PE او ممكن نصير رسك لـ فقلنا ممكن نعطيه احنا مشتقات من الهبارين كاوبشنز لكن بقدرش اعطيها وورثالي مطلقا لانه هذا الدروك مرة ثانية تيراتوجينيك نفرد انه صار فيه وصار فيه وصار فينا ونفرد صار فيه بليدنج نحن نقدر حسب قديش بقدار البليدنج ورسك اللي عنا من حد الشيء من جرس اللي راح نتبعها هلا اذا كنا نحكي عني على بليدنج بسيط مثلا زي بيتيكيا تحت الجلد مثلا او إكيموزز ففي الحالة هاي احنا بكل بساطة منوقع في الدواء مؤقتا ومنعمل بلنشمنت لـ فمنعطي فيتامين كي كسبليمنت مشان نعوض نقص فيتامين كي اللي تسبب فيه الورفارين هلا هاد الكلام بياخد وقت لانه عابلنا لبعط فيتامين كي بيتامين كي هلا يدخل في تصنيع وعابلنا يرتفع تركيز في البلاز مرتين المستويات المقبولة فهونا بحاجة لوقت عابل لأحصى على بس اولا حكيانا مش مشكلة انه اصلا عنده هون طب واحد ممكن يقول طب ليش من اول ما ندخلش بشكل اقوى من هيك السبب ان احنا معانين انه انه نخفف شوي من فعول الورفارين لكن مش قد لا نكون معانين انه نلغي المفعول كليا لانه ما ننساش انه الشخص هذا عنده رسك فور ثرمبوزيس بأي لحظة هلا اذا كان فيه عنده سيفير بليدينج فاحنا هلا بحاجة انه لربد انتربينشن نفرصها عنده هيمورجيك ستروك او جي اي بليدك او رينا بليدك هون فيش مجال انه استنى كتير فهونا غير انه نقفل الدروك طبعا اشيلا اكيد انه منعطي هلا هاي دوز اوف برينترا البيتامين كي بشان نعمل ربنش من سريعه لكن الحكي هلا بده وقت قولنا عبين اعطي اكشن فبالتالي بنا نحاول فورا نعوض الكلوتينج فاكترز الناقصة فهونا ممكن نعمل الانفيوجين ومنه هنا منعوض الدم اللي فقدناه في البليدينج ومنه البلود اللي احنا عطينا اللي عملناه ترانسفيوجين يحتوي على الكلوتينج فاكترز جاهزة او ممكن اعطي فروزين بلازما اللي تحتوي على الكلوتينج فاكترز او بلازما كونسنتريت تحتوي على الكلوتينج فاكترز اذا هون عمالي بعوض الكلوتينج فاكترز مباشرة مش هاستعيد البلود كواجينابيليتي ووقف هذا السيريوس بليدينج